اعزائي المشاهدين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة على الهواء مباشرة من برنامج مساء وصباح كل الأبهات والأمهات عندهم أساسي مشكلة في أسنان أولادهم استفسارات كتير جات لنا وأسئلة حول موضوع مشاكل أسنان الأطفال عشان كده حلقة النهاردة هتكون عن طب أسنان الأطفال وهتكون معينا دكتور رادوة جلال ماجستير طب الأطفال جامعة الكاهرة وعضو هيئة تدريس بجامعة الأمهات ايه؟ دكتور رادوة أهلا ومرحبا بيكي اهلا بيكي من ورانا بسيدة نورك قبل ما ندخل بقى في الطب والمشاكل اللي جات لنا وازاي إن شاء الله نلاقي لها حل معاكي ايه الإجماع الفضيع من الكبار قبل الصغيرين على الخوف من دكتور الأسنان وكرسة دكتور الأسنان بيرعب الناس ليه؟ ايه السبب؟ طيب خلينا نتفق إنه فكرة دكتور الأسنان متطبطة عند كل الناس إنه الدكتور اللي عنده حقنة كبيرة اه ويتدخل في البق فتدي مشكلة كبيرة ودايما إنه فكرة دكتور الأسنان متطبطة بالقلم يعني هروح عن دكتور الأسنان يبقى لازم أتواجه اكتشولي هو يعني الموضوع أصلا سيكولوجي أكتر يعني إحنا لو لعبنا أكتر على النفسية هنعرف ليه الناس كلها بتخاف من دكتور الأسنان مفيش حاجة عند دكتور الأسنان متخوف لو الدكتور عارف يتعامل مع المريض يفهم إيه اللي مخوفه وإيه اللي مضيقه ويتكلم معاه أكتر ويبقى فيه أهم حاجة الزيارة الأولانية اللي هي زيارة الكشف بنقعد نتكلم مع بعض ونتناقش في كل حاجة وساعتها للدكتور بيطمن المريض وبيفهموا كل حاجة عنده ده بقى بخصوص الكبار الأطفال مفيش بقى option ان انت تتكلم معيهم وهتشرح لهم لا والرعب مش هيخلصوا الكلام بتتعاملي معهم إزاي بقى كطفل؟ الطفل طبعا بيقى مختلف عن الكبير لأن الكبير مثلا هقوله بالعقل كده وهتكلم معاه فهيبقى فيه لكن الأطفال محتاجين أكتر إن احنا نتكلم معيهم نلعب معيهم بننزل شوية لمستوى تفكيرهم وده مهم جدا دكتور أسنان الأطفال لازم يكون قادر ينزل لمستوى الطفل يتكلم معي عن أصحابه وعن مدرسته بيحب إيه بيكره إيه بياخدوا كده تور في العيادة ما يتعملش معه بقى كدكتور وعشان ما يخافش منه يخليه ياخد عليه كده بمعنى أصحيان بالزبط يعني حتى بنفضل أنه أنا حتى مش بلبس البلتو في العيادة لازم نلبس حاجة عليها كارتون ولطيفة وكده بحيث أن الأطفال يبقى داخل الطفل يعني يبقى داخل يبقى شايف حد مش دكتور لأ هو حد ممكن يوقع صاحبه ويتقبل أن هو يوعد معاه على الكورس طيب ممكن لو كانوا عاملوا معنا كده زمان ما كناش خفنا من دكاتورة الأسنان لحد دلوقت طيب خلاص إنا بقى نتكلم عن طب أسنان الأطفال خلينا نبدأ بالطفل الرضيع المفروض الطفل الرضيع مجرد ما بيبتدي عيادة وصوته يعلى الأم على طول بتتينة فبقوا عشان خاطر إيه يسكت وهي فعلا بيجيب نتيجة لدرجة أن في ناس بسيطة بيرايح المحاية يعني فعلا هم مسمينها كده عشان هي بتلهي الأطفال وتخليهم سكتين فالتتينة بسيطة بتسميها كده فالتتينة هي فعلا حلوا أن الطفل يسكت ولا لها أعراض جانبية مش حلوة طبعا في الأول التتينة بتهدي الطفل وبتخليه ما يصرخشه آه ده أساسي طبعا والأمات طبعا بتحبها زي ما قلت جدا جدا لكن المفروض أن احنا نبطلها مجرد بدء طلوع الأسنان يعني من البداية عايدي آه مش خطر لكن مجرد الأسنان عندي بدأت تظهر المفروض أننا أبدأ أننا أقللها واحدة واحدة لحد ما أمنعها تمام ليه بقى بتعمل إيه؟ لأن هي بتخلي بيحصل بروز في الأسنان مجرد أننا بحط التتينة طول الوقت وبق الطفل ودي مرحلة تكوين الأسنان ممكن يحصل بروز في الأسنان تبقى طالع البرة شوية وده بيعمل مشاكل كثير بعد كده ده أحيانا بروز الأسنان ده بيتسببوا أن الطفل بيحط الصبعه في بقه في أفضل بتحط صبع أو صبعين في بقهم هي نفس الفكرة إحنا المفروض نبقى بنوعي الأهالي أنه لو لاحظت على طفلك أنه عنده العادة أنه يحط صبعه كده في بقه أو الصبعين في بقه تتوجه به على دكتور الأسنان وتسأل تسأل إزاي خليه بطل العادة دي وكل ما يبطلها هو سنه صغير هيكون الموضوع أحسن كثير وهيجيب نتيجة أفضل لكن في أهالي كثير بتقول والله لما يكبر هيسيبها آه لما يكبر هيبقى يسيبها بعدين مش مهم أصل إيه يعني لكن ده مش حقيقي طبعا هنا بقى حكم الصوابع زي التيتينة يعني برضو أسيبه يحطها برحته لحد ما يسنن ولا مجرد هو بيبي لا من الأول الأحسن أنه أبدأ أنه أمنعها التيتينة بس اللي بتستمر إنه ما الصوابع لا بالضبط لأنه الصوابع الطفل بيبقى معايته للوقت هو في إيده آه تزينها تشديها بالضبط متعود عليه فبتلاقي هو ده الوضع المريح ليه ويمكن أكتر الأوقات اللي الطفل بيحط صوابعه وبقوه وقت النوم حقيقي تلاقيه دايماً حط صوابعه وبقوه طب إيه الحال في أمهات مثلاً طول ما هو صحي وهي صحية هي عرفة سيطر وقت النوم هي نامت وهم ممكن مثلاً يقلق يحط صوابعه ويكمل نوم عمدانا بقى حدول كتير من عد نعملها طول ما الطفل صغير نربط له صبعه وبشاشة نحط له شوية ملح صغيرين أسمع النس حط صبار صبار فيه جل كمان آه صح كل ده بيتعمل علشان الطفل يجي حطوا صبعه وبقوه ما يتقبلش ده مرة مع مرة خلاص هو بعد شوية هيبطل العادة طب لو أمه حاولت بقى في كل ده وما جابش فايدة ساعتها بقى بنتوجه للدكتور الأسنان الأطفال على حسب سن الطفل ساعتها بيكون إيه آه ممكن ساعتها نحتاج إن إحنا نتدخل ونعمله زي جهاز آه بيتركب على سقف الحلق ولمما ييجي حطوا صبعه وبقوه ده بيديقوا جدا جهاز ده بيديقوا قوي برضو واحدة واحدة هتلاقيه بطل العادة مع الوقت بيديقوا يعني بيشك ولا هو بيعمل إيه الجهاز لأ مجرد نوع يعني بيحسن هو مش مرتاح آه وضع مش مريح بالنسباله فيبقى ضاقت شوية على صبعه فتلاقيه مع الوقت بالضبط بيشيل صبعه لأنه ده وضع مش مريح بالنسباله الأطفال بتبقى أكتر عايزة تروح للأوضاع المريحة وده مروش تأثير الجهاز اللي بيتركب مروش لا لا خالص مروش تأثير بس لو أنا كملت في العادة وخليت الطفل يحط صبعه وبقوه وسبته سنين كتير جدا ده الأخطر بالضبط ده أخطر حاجة يعني إحنا بنشوف ناس كبار وعرف ناس كتير منهم كباره في العشرينات ولسه بيحطوا صبعه وبقوهم لحد دلوقتي لأن هم صغيرين محدش يهتم أن هو يبطلهم العادة دي ودلوقتي كبروا بيها بزبط فدلوقتي لقيت صعبة جدا آه حقيقي طيب نروح بقى لمرحلة التسنين إمتى السن بقى الطبيعي للتسنين وإيه أعراضه أوكي طيب أول حاجة هو مفيش وقت معين أو سن معين للتسنين إحنا عندنا رينج بنتحرك فيه يعني مش كل الأطفال زي بعض بنقول إن إحنا بنبدأ من سن ست شهور لحد سن سن سنة وشهرين أو سن سنة وثلاث شهور أوكي كل دي فترة آمنة يعني ممكن الطفل يقعد لسنة وثلاث شهور ما يسننش آه ده حقيقي ممكن ما يسننش ويتطلع السن عند سنة سنة وشهر هل هو كده متأخر؟ لا هو مش متأخر هو في الرينج الطبيعي لكن بعد سنة وثلاث شهور الأمة تتدخل آه لا الطبيب بقى يتدخل الأمة تتوجه للطبيب آه يعني نزور بقى طبيب الأسنين ونشوف إيه المشكلة ليه هو تأخر في ظهور الأسنين هل هو عنده مشكلة صحية بنعمل بقى التشخيصات بتاعتنا والحاجات بتاعتنا علشان نوصل للسبب سعيدا تمام إيه إعراض التسنين؟ والله إعراض التسنين كتيرة وبتختلف شوية من طفلة للتاني بس فيه حاجات كتير أجمعنا عليها إنه هو طبعا بيبقى مقريف بيبقى فيه لاصف أباتايت أو إنه هو مش قادر يأكل أو مش متقبل الأكل فيه أطفال حرارتهم بتاعلى فيه أطفال من الحاجات برضو نتلاقيه دايما عايز يحط صباح في بقه يعضه أو يحط أي حاجة في بقه يعضها طب هنا بقى العدادة ليها دور ولا برضو خطر؟ آه ما هي دي بقى من الحاجات اللي بتسهل أعراض التسنين يعني العدادة التقدمها تمام آه بس بالضبط بس العدادة دي بنعمل فيها إيه؟ بنجيبها وبنحطها في الفريزر شوية وبنخليها بيحطها في بقه وغية ساعة علشان تقلل من الألم بتاع التسنين شوية أو لأنه يعتبر جرح يعني بيبقى فيه شوية التهابات طبعا مع التسنين فده بيهدي والألم كمان بيهدي كتير قوي حالة معلومة يعني العدادة يتحط في الفريزر الأول تسقع قبل ما التسقع آه يعني عشر دقايق كده وبعدين نحطها آه طيب تمام بعد سنة وثلاث شهور الأمة تروح للطبيب كده يبقى فيه أساسي مشكلة طيب لو الطفل بدأ يستنن فيه كالسيم أو حاجة الأمة مفروض تديها للطفل ولا بتعتمد على التغذية والله أنا ما بنصحش أن احنا ندي للطفل حاجة هو مش محتاجها يعني علشان نديه الكالسيم لازم نبقى احنا عاملين له التحاليل ومتأكدين أنه هو عنده نقص في الحتة دي لو هو تمام يبقى احنا بنعتمد أكتر على الحاجات الطبعية القلبان الزبادي البيض الحاجات دي كلها مفيدة جدا وبتساعد على نمو الجسم بشكل عام وفي نفس الوقت الأسنان اللي إذا بقى كان هو محتاج كالسيم بوجه عين في جسمه كله بالضبط ساعتها بنكتبله طبعا الكالسيم اللي هو محتاجه طيب أوكي ناس كتير بقى بتشتكي من تسوس الرضاعة أوكي يعني الأم تقول أنا ابني يعني لسه بيستنن ويستنن وطلعها مسوسها ده بيكون دي نتيجة عن إيه هو السنين ما بتطلعش مسوسها عشان بس دي شكوى دي شكوى بالنفس كده على طول في العادة بيجي الأمهات بنفس الكلمة يا باقتر ده كان سليم وزي الفل وطلعت السنة فيها سوسة هي طلعت كده دي بقى فبقول لها طيب حضرتك في حاجات معينة إحنا المفروض بنعملها لحضرتك بنعمليها زي إيه زي مثلا إن إحنا بين كل الرضاعة والتانية بعد كل الرضاعة يعني بنجيب شاشة مبلولة بمية ولازم نمسح بيها بق الطفل ده بعد ما إيه سنن؟ قبل التسنين وبعد التسنين كوان قبل آه طبعا لازم قبل التسنين طب ليه قبل التسنين؟ علشان فيه بكتيريا بتبقى موجودة في البق واللبن ده على قد ما هو مفيد ومهم جدا في النموة بتاع الأطفال في نفس الوقت هو كمان ليه أضرار لأنه هو برعا سكر أوكي؟ فالبكتيريا بتلتشتغل على السكر الموجود في اللبن وبتعمل ليه بقى فطريات والتهابات فبنحاول إن إحنا على قد ما نقدر نمسح اللبن من على اللسم قبل التسنين ونمسح من على الأسنان بعد التسنين وممكن كمان مجرد ظهور الأسنان نبدأ نستخدم فرشة بمية لحد سن سنتين مجرد فرشة بيقافيه في الصيدليات فرشة صغيرة كده سيليكين بتتحط في الصباح وبنبلها مية وبنبدأ إن إحنا نغسل بيها الأسنان مجرد ما يستنين؟ آه بالضبط لحد سن السنتين من قول سن السنتين بنبدأ بقى نستخدم المعجوم طيب لما استنى بقى بتطلع عن مستوى سن نفسها اللبنية بقى استنى دي بنسترف إزاي وقتها؟ آه خلاص إحنا أعرفنا إن بقى فيه تساوس في السنة بنشوف عمر الطفل قد إيه آه لو إحنا آه السوسة لسه في الأول هو عمره صغير ممكن نحاول إن إحنا بحاجات بسيطة نعمله جلسة فلورايد بحيث إن هي التساوس ما يزيتش أكتر ونحاول نحافظ على أسنانه آه لو التساوس كان في مرحلة متقدمة بنشوف برضو حسب السن بتاعه أو هل هنقدر إن إحنا نعمله حاجات على كويس الأسنان ولا ممكن نستنى شوية لحد ما يجبى شوية طيب وإحنا بقى لسه في التساوس كده فيه أمهات بتستسهل إن لو إبني درسه مساوس أو سنينه إن أنا خلع أمه وكده كده فيه لسه درسي دايم هيطلع أوكي فده ده حل سليم ولا مش سليم؟ لا هو مش سليم أبداً ليه لإنه كل سنة وكل درس بتبدل في معايد معين فأنا لو جيت خلعة الأسنان والدروس من قبل ما عادت أبدلها أنا دلوقتي هيبقى عندي مشكلة طب إيه هي المشكلة؟ إيه هي؟ أول حاجة هيبقى عندي مشكلة كبيرة جداً في المضغ يعني إن هو هو بيأكل الأكل طبيعي إن هو يمضغ الأكل كويس علشان لما ينزل المعدة وينزل الهضم بتاعه يبقى مستريح بالضبط دي أول حاجة هيحصل له مشاكل في المعدة لو مش قادر يهدم كويس تاني حاجة النفسية بتاع الطفل ودي من أكتر الحاجات المهمة اللي إحنا بنهتمل بيها بمعنى إنه الطفل لما بيحس إن هو في أسنان مش موجودة عنده بيبدأ الكلام بتاعه ما يبقاش مظبوط بيبدأ يقول طب ليه أنا عندي في مشكلة ليه أنا ما عنديش أسنان دي أصحابي عندهم أسنان بيبص الإخوات وصحابه والناس اللي حواليه ريك بقى لما يكون تاني التبديل وكلهم زي بعض مبدلين بيقاكله وهم ما عندهش مشكلة بلس مشكلة تانية مهمة جداً في حالة إن هو مثلا طفل في المدرسة طبعاً إحنا كلنا سمعين مؤخراً إن فيه تنمر في الحياة وتنمر أكتر في المدارس يمكن ناس كتير ما كانتش مستوعبة ده لحد ما تحطوا في المواقف دي أو بقى عندهم أولاد فيجيلي كتير جداً في العيادة الأمة تقولي إنه بنتها أصحابها بيتريقوا عليها علشان سنتها فيها مشكلة عشان سنتها مثلاً مش موجودة مخلوعة أو وتفر إيه المشكلة فده طبعاً بيأثر برضو على نفسية الطفل يعني مش صاح أبداً إن الأمة تستسهل وتروح تخلع درس أو سنت ابنها قبل معيده طب لو حصل بقى مثلاً تفلت خبط أو اضطر إنه فعلاً سنته تكسرت أو حصل حاجة هنا بنعمل إيه؟ بيبقى على حسب طبعاً الحالة لو هي سنة أمامية ولسه قدامها كتير عشان تطلع ممكن نركب له زي جهاز زي سنة صناعية أوكي؟ منجرد إن هي تحافظ على الشكل بتاعه شكله لما يتحك أو يبتسم وشكله هو بيتكلم لأن أطفال كتير جداً لما بتفكت سنة أمامية بتخيف تتحك ومتبقى مش عايزة تتكلم قدام حد ده بالنسبة للأسنين طيب بالنسبة للدروس إحنا ساعتها على حسب برضو السن زي ما قلنا لو لسه قدامه كتير علشان تطلع السنة لدائمة أو الدرس لدائم ساعتها بنركب له حاجة اسمها حافظ مسافة إيه هو حافظ المسافة ده؟ حافظ المسافة ده حاجة بتمنع الأسنين من هي تقرب من بعض لما بيكون عندي مسافة فاضية الأسنين دايما بتبقى عايزة تقفل المسافة دي فلما ييجي الدرس الدايم عشان يطلع ما يلاقيش مكانه موجود فساعتها هندخل بقى في مشاكل أكتر تقويم أو نعمله جهاز عشان نرجع المسافة دي طيب في الأسنان اللبنية أسناء ما التفل لسه بعد ما بيسنن بفترة بتبقى فيه فراغات كبيرة بين أسنانه فالأمهات بتبقى خايفة أن ده كده ممكن الأسنان الدائمة برضو تطلع كده ويحتاج بقى لتقويم فدي ليها وقاية من الأول ولا ده طبيعي؟ هو ده طبيعي يعني المفروض إحنا دايما بنقول أن أسنان الأطفال مفرقة عن بعض مش الطبيعي أن أسنان الأطفال تبقى لازقى في بعض الأسنان اللبنية بزبط الأسنان اللبنية قبل ما يبدل طب ليه؟ علشان الأسنان الدائمة بيبقى حجمها أكبر فهي بتوسع لها مسافة تبقى لازلة واخدر حيطها في المكان ما تبقاش أكبر على بعض أو فيها مشكلة آه سبحان الله استناء اللبنية بتطلع في مسافة استناء الدائمة عشان كده بيبقى فيه جنبها من هنا ومن هنا صوت دي بزبط سبحان الله بس فدي مش مشكلة خالص آه طيب والبروز برضو بروز الأسنان اللي بيتسببه الصباح لو الطفل بيحطه في بقى قبل ما يبدل ده برضو هيأثر عليه ببقى حصل حاجة في الفك ولا بتقف استنان وكده كده هتقع على حسب المحوالة اللي هو وصل له آه لو قبل التبديل لو قبل التبديل ما بنقدرش نعمل حاجة آه لكن لو بعد التبديل لو في مشكلة في الأسنان بنقدر أن احنا نزبطها لو في مشكلة في الفك برضو ممكن نركب جهاز يوسع الفك أو يزبط الفك ده قبل التبديل وبعد التبديل بعد التبديل بنحط الجهاز أو التقويم على حسب كل حالة بتختلف عن التاني طيب من ضمن الشكاوي اللي جات برضو إن في أمهات بتقول إن أسنان أولادهم بيقفها تسببغات آه لونها بني أو أسود آه ده إيه علاجها وإيه الوقاية منها طيب آه كتير بديبقى الأمهات مش عارفين يفرقوا ما بين التسببغات أو التساوس آه بيجوا طبعا العيادة وبيبقوا الأكتر بيقف فاكين إن هو تساوس بس في الحقيقة هو بيبقى صبغات على الأسنان آه طب الصبغات دي بتتكون ليه؟ لأنه بيكون في بكتيريا موجودة في البق البكتيريا دي آه بتبقى مش موجودة يعني مش عند كل الأطفال نسبة من الأطفال وبتساعد إنه يحصل الصبغات دي على الأسنان طيب ساعتها بنعمل إيه؟ آه بننصح الأطفال ساعتها إن هما يبدأوا يعملوا أول الهالجين ماجرز إن هما آه يخسلوا أسنانهم بطريقة صحيحة وطريقة سليمة ويعتنوا بأسنانهم أكتر لو ما بيخسلوش أسنانهم فإحنا نخسلها مرتين في اليوم آه نشوف الحاجات المفيدة وناكلها وفي نفس الوقت إحنا محتاجين نشيل الصبغات اللي قرية دي تكونت بنعمل لهم زي جلسة بوليشنج أو تلميع وتنظيف للأسنان علشان نشيلها ده في التسبغات نزف طيب بنزف بقى لغسيل الأسنان أنت قلت مرتين في اليوم أساسي منهم مرة قبل النوم ده طبعا الطبيعي غسيل الأسنان بيقى زي المفروض إن إحنا في الأطفال بنقول لهم دايما عشان نسهل عليهم الموضوع إحنا بنمسك الفرشة وبنعمل دوائر على كل الأسنان بتاعتنا بنغسل بطريقة الدوائر وأهم حاجة إن أنا طبعا بغسل الصبح وبغسل يعني الدوائر بإيدي يعني إيدي تعمل كده على السنة؟ بالضبط قعد أعمل كده على كل الأسنان وأوصل لكل الأماكن وأهم حاجة طبعا إنه لحد سن 8 أو 9 سنين الأم هي اللي بتغسل مش الطفل لأن الطفل ممكن يقولك مامي أنا خلاص غسلت وكاروتت ودخل نام وهو أصلا ما شالش الأكل من بقى مفروض يعد يغسلها قد إيه بقى؟ يعني إحنا عندنا رول بنقول two by two two times per day وكل time تبقى two minutes دقتين للمدة دقتين إحنا بنغسل أسناننا أو زي ما اتفقنا الأم هي اللي بتغسله طيب طيب خلصنا مرحلة الرضاعة أوكي والتسنين ندخل بقى على التبديل أوكي مفروض سن التبديل إمتى؟ تبديل الأسنين بيبدأ عن سن ست سنين وتبديل الدروس بيبدأ عن سن عشر سنين من ست سنين يبدأ التفلى يبدأ؟ أوه الأسنين الأسنين طيب في بقى مشكلة عن ناس كتير قوي أوكي إنه السنة اللبانية بتبقى لسه موجودة وجامدة لسه ما تلخلختش أوكي واستنة دايما بتطلع بعدها أوكي بتطلع وراها يعني أوه بتطلع وراها بتطلع وراها السنة اللبانية أوكي تمام دي إي حال المشكلة؟ في برضو أطفال كتير بيجوا بنفس الحاجة وطبعا الأماء بتقى مغدودة جدا وفاكرين أن طفلهم عندوا مشكلة وأن دي حاجة مش طبعية وإزاي يحصل كده بس إحنا بنطمنهم أن دي حاجة سهلة وبسيطة وكل اللي إحنا محتاجين بنعمله في الحالة دي إن إحنا نشيل الأسنين اللبانية اللي موجودة وندي فرصة للأسنين الدائمة إن هي بتطلع قدام طيب هي بتطلع قدام ولا لأ؟ أوه هي بتطلع قدام بحركة اللسان طب هل إحنا مثلا بنعمل حركة معينة أو حاجة معينة عشان تطلع لقدام؟ لأ هو اللسان قرية دي بيتحرك وقت الكلام ووقت الأكله وطول الوقت اللسان بيتحرك فبايدفولت هو بيزق الأسنين دي لقدام يعني الطفل بيعتمد على نفسه ما بيتوجهش الأماء ما توجهش بيه للدكتور إن هو يتوجه بيه للدكتور بس في حالة إن إحنا بنخلع له الأسنين اللبانية وبعد كده عشان الأسنين تطلع لقدام ولو سبناها بقى مثلا فيه أمهات تقول أنا سيبها وإيه كده هتتلخلخ لوحدها أوه؟ لأ في حالة إن الأسنين طلعت لورا طلعت وراء الأسنين اللبانية هي مش هتقع لوحدها لو تثابت هيفضلوا الاتنين مع بعض؟ بالضبط بضبط ليه؟ لأنه إزاي أصلا بتحصل عملية التبديل؟ لو إحنا بنقول إن ده الدرس الدايم وده الدرس اللبني ودايما أنا دي الحاجة اللي أنا بوصفها للأمهات في العادة فالدرس الدايم لما بييجي يطلع أو السنة دايما بيجي تطلع في المعادة بتاعها المفهود نية بتعمل تآكل للجدور بتاعة الأسنين وكي؟ والسنة تدقت الأخلق وتقع وكي؟ طيب في بعض الحالات بيحصل إيه؟ إن السنة وهي طلعة بدأت تعمل تآكل في الجدور بس بعد كده ما كملتش ما كملتش ليه؟ المصار بتاعها اختلف يعني طلعت وراء السنة ما كملتش تآكل في الأسنين فبتفضل السنين اللبنية موجودة وبتطلع وراءها الأسنين الدايم بس هو ده السبب المين يعني وزي ما قلنا هي حاجة سهلة وبسيطة مش محتاجين أبدا أن إحنا قارز أبدا حاجة بسيطة وفي خمس دقايق في العيادة الموضوع بيخل طيب قبل ما نختم بقى فيه برضو حاجة مخوافة الأمهات جدا أن أثناء لما بيكون ابنهم عندهم أولادهم عندهم تساوس كتير في كذا درس الدكتور بيقول لهم بنج كلي فده حاجة بتخض الأمه قوي طيب طبعا أنا عارفة أنه ناس كتير عندها موضوع البنج كلي في ناس كبيرة أصلا بتخاف منه ده طبعا طبيعي أن أنا إزاي هدخل عملية واخد تخدير كلي وفي مستشفى وأعمل كل أسنين فالأمه بتبقى خايفة قوي على ابنها ده هاي وحالات تانية أقدر أن أنا أعالجها في العادة من غير البنج الكلي إيه الحالات اللي بتنضطر فيها للبنج الكلي؟ في حالة أن أنا حاولت مع الطفل مرة واثنين وتلاتة وأكتر وهو ما استجابش تماما حاولت بالمعنى إيه؟ بالأساليب بقى اللي بتاعت الأطفال وكده اللي قلتين بالأول؟ حالة أتكلمنا مع بعض وشغلنا كارتون ونعبنا وبدأنا أن إحنا نشرح الحاجات طبعا مش بنشرحها زي الكبر بالأسامي بتاعتها لأ احنا بنحكي حوادية وبنعود يعني بنعود نحب بالطفل في ان هو يجي عيادة الأسنان في أطفال ما بيكلام ده مش بيقصد فيه ما بيجيش معي ما بيجيش معي هو خلاص بيكون لي بيكون سنهم صغير قوي اه ممكن قصة ما بيكونش مدرك ارون 3 و 4 سنين ما بيكونش مدرك او ما بيكونش مستجيب تماما او الرادي يتعرض لتجربة سيئة في مكان قبل كده فخلاص هو بقى مقفول تماما ومهما حاولنا معاه ما فيش او برضو لو حالات اللي هما زاوي الاحتجاجات الخاصة طبعا بيكون صعب قوي ان احنا نعالجهم في العيادة وبيكون عندنا اكتر من سننا فيها مشكلة فبنتوجه على طول ان احنا ندخل لعملية بينجي كل مش خطر مش حاجة تستدعي خوف الامهات منها لا هي مش خطر ابدا وهي سهلة وبسيطة وما فيهاش اي مشكلة بالعكس هي في خلال ساعتين بالكتير قوي بنخرج بنكون عاملين اسناننا كلها الحشوات ولو هنعمل ترابيش او وتافع على حسب الخطة العيلة انتي بسطت الدنيا قوي دكتور رادوة وانت هيقل ان الكبار كمان حبوا دكاترة الاسنان يعني الكبار اللي كانوا بيخافوا منهم زي انا مستعدة دلوقتي ان نعالج اسناني يعني ما عنديش مشكلة تنوريني اي وقت نورت الدنيا وشرفتين وقفتين جدا مشاهدينا للأسف انتهى وقت حلقتنا مع دكتور رادوة جلال بس كنت عايزة انوه لسنة منسية بما اننا نتكلم من النهاردة عن الاسنان في سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم منسية هي السواك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشكوا على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلى عند كل صلى السواك من فوائده ان هو بيقوي الاسنان جدا وفعلا بيديها بيخليها بيضة بيبيض الاسنان جدا فدي سنة ناخد من خلالها حسنات باذن الله وربنا يتقبل مننا جميعا وتفيدنا في اسناننا وفي شكل اسناننا يكون حلو وسنة بسيطة يعني ربنا يقويني ويقويكم ان احنا نتبعها انتهى وقت حلقتنا والحين يتجدد اللقاء اصفكم فامان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته